من غير عجن ولد هنعمل أصابع بلح الشام بالأطايف أطايف يسارة أيوة من غير بقى عجينة ولا بهدلة هنعمل أحلى أطايف بشكل بلح الشام طريقة حلوة قوي وعمرها ما تفك منك وكمان هتقدميها بشكل لطيف وشكل حلوة قوي على الصفرة بصوا شكلها عاملة زي أصابع بلح الشام كده سهلة وبسيطة جدا وطعمها طحفة الطحفة وموفرة جدا جدا أول حاجة أنا عندي كيلو أطايف هبتدي أبرمه كده هتجيبي الأطايف وتقومي برماها على إيدك زي السجارة أو على الترابيزة زي ما أنت شايفة كده أنا ببرمها وبقفل الطرف بتاعها يمين وشمال كده أو من فوق وتحت عشان ما يبقاش فيها أي فراغات حلوة وفيها نص لتر مية هحط عليهم كيس فانيليا وهحط عصرة لمونة وبعد كده هحط كيلو من السكر ده السيرب أو الشرباط بتاع الأطايف أو بلح الشام الكداب أنا مسميا بلح الشام الكداب بلح الشام ياخد وقت من الحاجات اللي بتاخد وقت في عجنتها وفي الألية وتصنيعه يعني فدي أسهل بكتير ده كده بعد ما السيرب أو الشرباط خلص أنا حطيتها على الموار خط بالزبط غلوتين تلاتة وبعد كده وطيت الموار خالص وبقى السرس كده أو ده كمية بلو سخن طاصة وفيها زيد سخن هتدي أنزل بأصابع الأطايف زي ما أنتوا شايفين كده بصوا دي بلح الشام بجد جربوها طحفة وسهلة ولا هنحط فيها مكسرات لو أنت عايزة تحطي فيها مكسرات حتي بس أنا عن نفسي بحبها كده من غير مكسرات ومش كل البيوت كمان متوفر فيها مكسرات فالأفضل أن أنت تستطعميها كده أنا بحبها كده بصراحة من غير مكسرات فالناس اللي بتاعش المكسرات ممكن تحطي مكسرات بس أنا بحبها فاضية ولو أنت هتعملها في البيت وعايزة حاجة موفرة فهتبقى من غير مكسرات هحمرها كده في الزيت زي أي أطايف عادية بعد كده سبتها بردت بعد ما حمرتها ونزلت بيها في الشرباط طبعا الشرباط لا هيبقى سخن بيغلي ولا هيبقى بارد هيبقى دافي بين البنين والأطايف هسيبها تبرد تبقى دافية وهسقطها في الشرباط طبعا أنا كنت مسورها وأنا بسقطها بس للأسف الفيديو ما تصورش فأنا بشرح لكم أنا كده سقطها في الشرباط لمدة دقيقة أو دقيقتين وبعد كده طلعتها رصتها في الطبق بالشكل ده وهجيب بقى جوز الهند كده زي ما أنتوا شايفين أرش عليها من فوق لو أنت مش عايزة مش من الناس اللي بتحب جوز الهند ما تحطيش عليها بس بجد جربيها تحفت الطعب وده شكل طبق بلح الشام الكذاب بجد جربوه بصوا بقى مقرميشة كده من بره ومن جوه طرية هي طعم بلح الشام بالزبط من غير بقى متعجيني ولا أي أبهدلة سهلة وبسيطة بجد طحفة جربيها بجد رهيبة وحلوة قوي على الفطار تحفت الطحفة بجد راح أعملها بسرعة مش هتاخد منك وقت ترجمة نانسي قنقر